مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب يؤكد الكتاب المقدس بما لا يدعم مجالاً أبداً للشك بأن المسيح لكل المجد صلب ومات وقام في اليوم الثالث كما في الكتب إلا أن المسلم ما زال مصراً على أن المسيح لم يصلب وأنه لم يمت بل نجاه الله ورفعه إليه والسؤال المنطقي هو على أي أساس يدعي المسلم أن المسيح لم يصلب ولم يمت هل على أساس الأدلة والبراهين الكثيرة التي يقدمها له القرآن هل هناك أدلة تتحدث عن تفاصيل نجاة المسيح هل يتحدث القرآن عن الكيفية التي نجى بها المسيح هل يجتمل القرآن على قصص لشهود العيان الذي رأوا المسيح بعد نجاته وفي أثناء نجاته هل هناك أدلة تاريخية هل هناك أدلة منطقية لا توجد فعلى أي أساس يدعي المسلم أن المسيح لم يصلب ولم يمت على أساس واحد وحيد نص يتيم يذكر أو يذكر أن المسيح لم يصلب ولم يمت لكنه لم يقدم أي براهين ولا أي أدلة وعش كده موضوع حلقة اليوم هو نجات المسيح من الموت أنا طبعا لا أؤمن من نجات المسيح من الموت أنا أؤمن أن المسيح قام منتصرا من بين الأموات كويس لكن نجات المسيح من الموت وبالأخص ما ذكر في مزمور واحد وتسعين الذي يلتج إليه المسلمون كثيرا ليؤكدوا لنا أن المسيح قد دجا من الموت طيب ناخد واحدة واحدة أولا تاريخية وموثوقية حادثة صلب وموت المسيح هذه الحادثة موثقة موثقة بأكثر من سورة وبأكثر من دليل وبرهان فصلب المسيح حدث تاريخي كما أن قيامة المسيح حدث تاريخي فنحن لا نؤمن بفكرة كويس اسمها صلب المسيح ولا نؤمن بفكرة اسمها قيامة المسيح نحن نؤمن بحدث تاريخي اسمه صلب وموت المسيح وبحدث تاريخي اسمه قيامة المسيح فلا يمكن أن تنزع التاريخية من حياة الرب يسوع المسيح في الفيديو دوا هل الإيمان بتاريخية الصلب وتاريخية القيامة مهم ولا غير مهم كويس ونشوف أن البعض بيداعي أنه مش مهم أن أنت تؤمن بتاريخية صلب المسيح ومش مهم أن أنت تؤمن بتاريخية قيامة المسيح لكن شخص المسيح جميل سطورة جميلة نسمع الكلام ده ونعلق عليه ده فرس السواح صلب المسيح هل هي في ظنك سطورة أم حقيقة مثبوتة تاريخيا هو يبدو لي أنا أن كل حياة المسيح أسطورة بالمعنى الجليل للأسطورة يعني تريد أن تقول لك شيئا لا يهم إذا ما إذا كان صلب أم لم يصلب مات على الصغيب أم لم يموت دفن وقام بعد ثلاث سر فعلا أم لا هي أسطورة أسطورة وأسطورة عظيمة جميلة جدا طيب كلام ده مع أنه شكله جميل إلا أنه كلام خطير جدا أنه حياة المسيح أسطورة بالمعنى الجميل للأسطورة تس إبيك يعني حاجة كده يعني فوق الخيال إبيك طيب لكن مش مهم مش مهم إذا كان صلب تاريخيا أو لم يصلب قام من بين الأموات أو لم يقم مش مهم يبقى إحنا بنؤمن بوهم يبقى إحنا بنؤمن بأوهام لأنه لو لم يصلب المسيح يبقى إحنا ما زلنا في قطيانا وإن لم يقم المسيح فنحن أيضا لا يوجد حياة أبدية ولا قيامة أموات ولا أي شيء من هذا الأشياء بل نحن أشقى جميع الناس وبعدين إزاي تنزع صلب المسيح كحدث تاريخي بكل البرهين اللي موجودة فيه وتقول عنه أنه مجرد استورة جميلة لها معنى ومغزى لكن ليست تاريخية يبقى إحنا هدمنا كل شيء يبقى إحنا إيماننا بالمسيح زي إيماننا بأي استورة قديمة لا تقدم ولا تؤخر طيب أجي إلى سؤال مهم على أي أساس بتبنى مصداقية وتاريخية موت المسيح صلبه وموته مؤسس على أي مؤسس أولا على الكتاب المقدس عندنا مش بس العهد الجديد العهد الأديم كمان كويس لكن لو خدت الأناجيل الأربعة الأناجيل الأربعة تحتوي على ستمية وطمنتاشر آية مخصصة للإسبوع الأخير في حياة المسيح أربعين في المية من مضمون الأربع أناجيل بيتحدث ومخصص للإسبوع الأخير في حياته كتاب المقدس شهد بالتفاصيل الكثيرة التفاصيل الكثيرة والأربع أناجيل يتفق على أن المسيح قد تم القبض عليه المسيح قد حكم ست محاكمات المسيح قد سلم للصلب المسيح قد أمر بيلاتوس بصلبه المسيح قد سلب مات على الصليب دفن في قبر يوسف الرامي وقام في اليوم الثالث يعني التفاصيل الكثيرة المكان والزمان ومين وفين ومع مين ومين اللي أقل ومين اللي حكم ومين اللي أصدر والتلاميس كانوا فين وكانوا بيعملوا يعني التفاصيل الكثيرة كل هذه التفاصيل الكثيرة أمامها آية يتيمة لم تذكر أي تفصيل لا يذكر القرآن أي تفصيل عن نجاة المسيح نهائي دايما قالولنا لو عايز تعرف إن إذا كان الشخص كذاب ولا حقيقي ادخل معاه في التفاصيل لأن التفاصيل هي اللي بتظهر إذا كان حقيقي أم كذاب تفاصيل كثيرة شهادة الوثائق اليهودية والرومانية وأنا اتكلمت عنها بالتفاصيل آه ممكن يتعانوا في شهادة يوسيفوس مع أنها شهادة صديقة لكن ماذا عن تاسيبتوس لوسيان المؤرخان اليهودية الرومانيان المشهران ماذا عن بليني دايانجر وماذا 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 كلها بتشهد أن المؤمنين الأوائل كويس يؤمنون بمسيح صلبة ومات والذي أصدر حكم الصلب هو بيلاتوس الوالي الحكم اليهودية غالبا من سنة سبعة وعشرين إلى سنة سبعة وثلاثين ميلادية طيب شهادة الأناجيل الكتاب المؤدس شهادة الوثائق اليهودية ورومانية ماذا عن شهادة تاريخ كنيسة هل هناك لحظة في تاريخ الكنيسة منذ نشأتها في يوم الخمسين يعني بعد خمسين يوم من صلب المسيح هل هناك لحظة من لحظات تاريخ الكنيسة نادت الكنيسة بنجاة المسيح من الصلب أبدا ده شهادة ووعز وكرازة المؤمنين الأوائل وتلاميذ المسيح مؤسسة على أن المسيح قد صلب ومات وأن المسيح قد قام وظهر يعني أنت بتتكلم على شهادة ألفين سنة موجودة شهادة الكنيسة تاريخ الكنيسة كله بل على أساس الإيمان بصلب وموت المسيح مات تلاميذ المسيح الأوائل وستشهده بسبب مناداتهم بصلب المسيح وموته وقيمته وبعدين ماذا عن شهادة الفرائد المسيحية بالأخص فريدة العشاء الرباني والمعمودية اللي هي مؤسسة أساساً على حقيقة الصلب والقيامة يعني عشاء الرباني مؤسس على المسيح الذي كسر جسده المسيح الذي صفي كدامه المسيح الذي مات من أجلنا خروف الفصح والكنيسة من أول أسبوع اجتمعت فيه وكانوا يعظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات يعني يعني من أول نشأة الكنيسة كانت بتمارس العشاء الرباني الجسد الذي كسر والدم الذي سفك من خلال الاشتراك في مائدة الرب أو عشاء الرب أو الأفخارستية ماذا عن المعمودية اللي هي رمز لموتنا مع المسيح وقيامتنا مع المسيح فكيف تكون المعمودية إن لم يكن المسيح حقا قد مات والمسيح حقا قد قام شهادة المنطق يعني ايه المنطق الصليب رمز للعار لأنه ملعون كل من علق على خشبة فلو بالمنطق المسيح لم يصلب ولم يمت على الصليب إزاي يبقى الصليب هو رمز وشعار المؤمنين إزاي يعني يعني النهاردة لو أنا حبيت أعمل شعار معين دايما نفكر في الشعار اللي هو يبقى مقبول عند الناس وللناس عندها انتباع جيد عنه لكن الصليب لم يكن أبدا اختيار للتلاميذ لو لم يكن المسيح حقا قد صلب وحقا قد مات كميز ده ده المنطق ده بوليس بيقول وأما من جهتي فحشلي أنا أفتخر إلا بصليب ربنا إصوى المسيح شهادة علم الأثار اللي بتأكد ليه أن طريقة الصلب بالطريقة اللي وصفها الكتاب المؤدس في الأنجيل الأربعة من مسامير ومن خشب وعلق على خشبة إلى آخر هذه كانت ممارسة الرومان وعندما يؤكد هذا من أثار بيؤكد صدق التفاصيل اللي تكتبت عن صلب المسيح كل هذه كل هذه البراهين بيأخذها المسلم يروح رميها في الزبالة ويقول لك المسيح نجع من الموت على أي أساس معرفش زي ما بقول شاهد ما شافش حاجة بالزبط عنوان المسرحية بتاعة عاد الإمام هو اللي ينطبق على حال المسلمين شاهد ما شافش حاجة يجي واحد بعد 600 سنة لم يكن من الشهود العيان وليس له أي علاقة باليهودية عن قريب أو بعيد وليس له حتى أي اطلاع على الكتابات الرومانية القديمة والكتابات اليهودية ويجي يقول لك ما صلبهوش وما موتهوش يا طب ايه الدليل اه هو ما فيش دليل طب قدم لي برهان لا ما عنديش براهين هو كده انا بسمي معليش في اللفظ يعني بسميها البلطجة الإسلامية البلطجة الإسلامية معناها أنه أنا ما عنديش برهان بس أنت هتقبلها زي ما هي زي ما هي طب قدم لي برهان احترم عقلي قل لي أنا عندي الأدلة والبراهين بس لكن لا هو ما عندوش أي دلور لا براهين تاريخية ولا براهين كتابية ولا براهين عن التفاصيل ولا شهود عيان ولا أي حاجة بس هي كده هي كده ماشي عافية برافو عليكم شوفوا هما بيحبوا قوي بارت إرمان مسلمين دكتور منقص سقار وغيره يحبوا بارت إرمان هو بارت إرمان يعني أستاذ لي في أعتقد في نورث كارولينا ودرس لهوت ويعني بيطعن فيه مصدقية المخطوطات الكتاب المعدس ده يعني فمعظم كتبه وبعدين كمان كتابه الشهير كيف صار يسوع إلها وأنا كلمت عن الكتاب ده بالتفصيل إلى آخره فبارت إرمان بنسبة لهم يعني عطية السماء بس هم مش بياخدوا كل الكلام بارت إرمان هم بياخدوا على مزاجهم بس شوفوا بارت إرمان بيقولنا ايه عن تاريخية الصلب وموت المسيح بيقول موت المسيح كنتيجة للصلب أمر لا جدالة فيه Jesus death as a consequences of crucifixions is indisputable يعني ما فوش جدال تاريخيا ما فوش جدال ما تتنقشش فيه إنه المسيح مات مصلوبا ده أمر ليس فيه جدال بس ما ياخدوش هم الاقتباس ده بس هم ياخدوا على مزاجهم زي ما قلت ياخدوا مثلا طعنوا في مغطوطات كتاب عدس طعنوا في لهوت المسيح إنما فيه تاريخية الصلب لأنها تتعارض مع ما ينادون بي لا يسيب لك يسيب بارت إرمان ماشي أجي إلى سؤال على أي أساس يتم الطعن في صلب المسيح عارفين فيه فيلم قديم قوي أنا مش فاكر حتى يعني أنا عارف فيه كان فيه اسماعيل ياسين بس عبد الرحيم كبير الرحمية ده الرجل كان بشنب كده عبد الرحيم كبير الرحمية جبلي عبد الرحيم كبير الرحمية جبلي لما كان يبقى فيه أزمة يقول لك أعمل يا عبد الرحيم أعمل يا عبد الرحيم أعمل يا عبد الرحيم يقعد كده يكرر أعمل يا عبد الرحيم تعمل يا عبد الرحيم تعمل يا عبد الرحيم المسلم في ورطة يعمل إيه المسلم ما في ورطة ما عندهوش أي دليل كويس فيطعن فيه الكتاب المعدس ويطعن فيه نصوص الكتاب المعدس ما عندهوش هو دليل خالص ما يقدمش الدليل من عنده وبعدين بعدين يروح يقول إيه يقول لك اروح للعهد القديم ويجيب اي اشياء يفسرها على مزاجه وهنشوف الموضوع ده في تفسيرهم لمزمور 91 بصوا هنا ده صفحة مشهورة قوية على النيت اسمها islamonline.net وهيسوا لأي حد من حضراتكم يقدر يدخل على الصفحة دي ويكتب نجاة المسيح من الصلبة بس هجيب لك الاقتناع بتاعه لكن في الكلام اللي بيقوله هو بيطعن فيه نجاة المسيح او موت المسيح وبيأكد فيه الرواية القرآنية العبارة خطيرة جدا وليس في القرآن كله هو بيقول كده وليس في القرآن كله ما يشير الى ان المسيح صلب يعني كل القرآن ليس فيه ما يؤكد ان المسيح صلب بل ما ورد فيه يؤكد انه لم يصلب ماشي دي الرواية الاسلامية وليس شوفوا بقى المصيبة وليس هناك دليل يقيني على هذا الامر الماضي الا القرآن الكريم ايه دا ان انت ما عندكش اي دليل يقيني على ان المسيح صلب الا اه سوري لم يصلب ما عنديش ما عندكش اي دليل مادي على ان المسيح لم يصلب ما عنديش وما ليه اللي عندك القرآن الكريم بس بس هو دا كل اللي عنده ويريته الرواية القرآنية مثلا فيها شهود عيان فيها احداث دا حتى زي ما قلت قبل كده هم مختلفين على الشبيه ومختلفين على طريقة النجاة والبعض يقولك صلب لكنه نجاه والبعض يقولك لم يصلب ونجاه قبل الصلب وما حدش فيهم يعرف حاجة كلها فتاوي كلها فتاوي وليس هناك دليل يقيني على هذا الامر الماضي الا نص واحد جي بعد ستمائة سنة من حاجة الصلب طيب دكتور منقز ليه اعترافات خطيرة جدا هو يمكن ما بياخدش باله منها لكنه فيه كتابه هل افتدان المسيح على صليب وانا الكتاب دا خدت فيه حلقات مطولة يعني لكن اعترافاته في هذا الكتاب انا بسميه اعترافات خطيرة جدا ليه هقول لحضراتكم اقتباسين من الكتاب دا يقول ليه ولا تذكر النصوص القرآنية ولا النبوية اي تفصيل عن كيفية نجاة المسيح يعني لا القرآن بيذكر تفاصيل ولا الاحاديث تذكر تفاصيل عن كيفية نجاة المسيح لذا فقد حاول علماؤنا تلمس الحقيقة التي اخبر عنها واخبر عنها القرآن كل واحد بيفتي كل واحد بيفتي لما تيجي ليه نحن بقى هقول لك امتى وفين ومع مين وازاي والطريقة والكيفية ومين اللي كان موجود ومين اللي كان موجود لاخر اللحظة وتأكدوا من موتوا ازاي والرومانة عملوا ايه واليهود عملوا ايه والمريمات كانوا فين والتلاميس كانوا فين ولما نزلوا الجسد من اللي خدوا كل دي التفاصيل تفاصيل انما هنا يقول لك ولا يذكر او ولا تذكر النصوص الكرآنية ولا النبوية اي تفاصيل عن كيفية نجاة المسيح بس هو نجي طب ازاي نجي لا 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 اصلا ده امر الهي سر لا يعلمه الا الله سر من الاسرار الالهية التي لا يعلمها الا الله والمفروض انتوا لا تسألوا عن هذه الامور نهائي منفعش تسألوا عنها ومنفعش ابدا انك تطلب دليل منطقي او تاريخي يقنعك الدليل زي ما قلت قبل كده قلوله قرآن قال بس ده الدليل طيب اكتباس اخر من الدكتور منقص بيقوله في كتابه في المقابل يعني القرآن لا يذكر تفاصيل نهائي عن كيفية نجاته في المقابل تؤكد الاناجيل في اصحاحات مطولة صلب المسيح ذاكرة الكثير من تفاصيل القبض عليه ومحاكمته وصلبه ثم دفنه ثم قيامته فاسعوده الى السماء انت يعني ده انا ساميه شو زفرينيا ده اسمه شو زفرينيا انه انت ما عندكش دليل ومصدقه اما الادلة كلها من تفاصيل كثيرة واصحاحات مطولة مش مصدقه مش مصدقه طيب 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 انكار عدم صلب المسيح وموته ورطة كبيرة كيف يمكن المسلم الخروج منه تعمل ايه يا عبد الرحيم تعمل ايه يا عبد الرحيم ما هو كبير الرحمية الجبلي لازم يبقى عنده حل تعمل ايه يا مسلم مع عدم وجود ادلة من عندك انت من عندك انت في كرآنك على نجاة المسيح تعمل ايه تعمل ايه اه اروح لنصوص في الكتار مؤدس وايه واطعن فيها طيب البحث في الكتار مؤدس وبالاخص العهد القديم عن اي اية تتحدث عن نجاة النجاة بصفة عامة والرفعة يالله بقى ندور فاتش نبوات الكتار مؤدس وكانه مصيبة المسلم وكانه الفين سنة المسيحيين كانوا مغيبين الفين سنة المسيحيين مغيبين فجيه بقى هو يعني ينور عقلنا هو جيه نور عقلنا جيه وضح لنا الحقيقة اللي كانت مخفية عننا انا مشفتش كبرياء ولا عجرفة عالفادي زي دي مفيش فالمسلم النهاردة دكتور مونكز السقار واتباعه واحمد دادات واتباعه جايين ايه يقولولنا الحقيقة اللي كانت مخفية عننا وعن علماءنا وعن الباحثين والدارسين للكتار المؤدس ده حتى الملحدين بيؤمنوا ان المسيح مات وصلب وصلب ومات يعني يعني الادلة والبرهين لمن يريد ان يؤمن ويبحث بمنطقية هيجدها لكن عبرحيم هيدور على حل زكي ما هم اسكى اخوتهم اسكى اخوتهم نروح فين بقى نروح لمزمور 91 ايوة نروح لمزمور 91 لانه مزمور 91 ده مزمور مهم جدا كويس وناخده زي ما هو كده لا بيدرس قرينا ولا بيدرس موقع المزمور ولا المزمور بيتكلم عن ايه هو مزمور ينطبق بالزبط على المسيح ناخده بقى ونؤكد من خلاله ان المسيح قد نجا وان المسيح قد رفع مزمور 91 محفوظ لنا كلنا كنا حافظينه من وحنا صغيرين الساكن في ستر العلي في ظل القدير يا بيت اكله رب ملجائي وحصني فاتكل عليه لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر بخوا فيه وظللك وتحت اجنحاته تحتمي ترس ومجن الى اخر المزمور الجميل انما فيك كلام مهم جدا لانه ينجيك من فخ الصياد في نجاة في نجاة فده مزمور مهم وكمان في ايه لانه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك على الايدي يحملونك لألا تصدم بحاجة رجلك على الاسد والسل تطأ الشبل والثعبان تدوس لانه تعلق بي ايه ونجيه ورفعه لانه ايه عرف اسمي اهو النص نفسه بيقول انه نجاه وانه رفعه ده بيتطفق مع الرواية الاسلامية وعلينا ان احنا نقول وعاو تخيل احنا كان مخفي عننا هذا النص ما كناش فاهمينه ده انت يعني عملتلنا استنارة احنا من غيركم مش عارفين كنا نعمل ايه بصراح احنا من غيركم كنا ما نعرفش ازاي ربطتوا الامور دي مع بعض وجبتوها بطريقة دي ازاي طيب نسمع وهنسمع العجب ماشي المزمور يتكلم عن كيفية نجاة المسيح المزمور الواحد والتسعين اذا هو موضوعنا في هذه الحلقة ايه بقى المزمور يتكلم عن نجاة المسيح على طول يعني مزمور واحد وتسعين مزمور واحد وتسعين نكمل نكمل ايو نسمع لأنه تعلق بي انجيه اسلموه الى الموت اطلاق لأنه تعلق بي انجيه انجيه كيف لم يصل لا هناك اجابة في المزمور مهمة ايوه لأنه تعلق بي انجيه ارفعه 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 لأنه عرف اسمي دي واضحة جدا دي واضحة جدا يرفعه لأين في السماء هذا ما يقوله المسلمون دي واضحة جدا ده يعني ده النص اللي بالزبط ها بيتطفق مع النص القرآني وكل الادلة التانية كل الادلة اللي انا ذكرتلكم يعني ست براهين كتاب مؤدس تاريخ كنيسة والوسائق اليهودية وكل ده ملهوش ايما لا 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 ده كله ملهوش ايما في نبوة اتقالت قبل المسيح بحوالي الف سنة في مزمور وانا هفسره بقى بالطريقة اللي تتماشى مع القرآن في كلمتين في كلمتين في كلمة ونجيه وفي كلمة ورفعه تمام تمام يبقى هو اتنج اتنجى من الموت ورفعه صح سلام اسكى اخواتك احنا مش عارفين من غيرك كنا نعمل ايه بصراح احنا مش عارفين من غيرك كنا نعمل ايه انتو نورتوا عقولنا نورتوا عقولنا يعني زي ما قلت الحلقة اللي فاتت يعني يترعت المفهومية ايه ده ايه الشطارة اللي انتو بتقولوها دي تكمل اهو واحد تاني بقى يعني هما بص هما الاخوة المسلمين فوتو كابي من بعد كابي ان بيست اللي هيقولو ده هيقولو ده زي بالزبط الاخوان المسلمين على صفحات الفيسبوك كلهم بيرديدوا نفس العبارات يمكن بيكتبوا نفس بتتوز عليهم السكريبت يكتبوا ايه فاقولو المسلمين نفس الحكاية منكز السقار قال عن نظمون واحد دسعين هيجي وحد بعدي مزمون واحد دسعين هيجي بعد وهايقوللك واحد دسعين ونفس الطريقة دون ان واحد فيهم يدرس المزمور من منظور مسيحي ولا يفهم المزمور بيتكلم عن ايه وهل المزمور ده مزمور مسياني ولا مش مزمور مسيحي الى اخر الموضوعات دي وهل اللي قالوا المزمور ده يتماشى مع البرهين الكتيرة لكل الكتاب مؤدس اللي بتكلم عن صلب المسيح ولا لا وموت لا شوف برضو سأثبت الآن من الكتاب المقدس أن المسيح لم يصل نزمير واحد وتسعين ونشوف طبعا هذا الربعطاش يقول لأنه تعلق بي أيوة أنجيه عشان المسيح قلبه متعلق بالله عز وجل فنجاه الله عز وجل يقول رفعه رفعك إلي بل رفعه الله إليه يا سلام يا سلام يا سلام هأثبت لكم من الإنجيل أنه المسيح نجى من الموت نرجع لفين مزمور واحد سايد هو مدام المزمور فيه كلمتين هو هياخد الكلمتين دول هو هياخد الكلمتين دول ويطير بيه طيب نسمع بقى دكتور مونكستين ها السؤال الشيطان أيوة من وين جاب النبوء عن المسيح أيوة جابها من المزمور واحد وتسعين في الفقر 11 نعم فيها لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في كل طرقك على الأيدي يحملونك لألا تصطدم بحجر الرجلك فالشيطان أخذ الاختباس أن المزمور واحد وتسعين والمسيح ما قال له اختباسك خاطئ أيوة قاله اختباسك صحية مكتوب عني هذا لكن أنا لن أختبر الرب تبارك وتعالى أنا أتفق معاك أنه ده هو بيقولي المسيح كانه بيقولي الشيطان آه مكتوب عني كده وخد المزمور واحد وتسعين على أنه نبوه على المسيح مزمور واحد وتسعين على أنه نبوه على المسيح ليه نبوه على المسيح لأن الشيطان اقتباسها ومدام الشيطان اقتباسها يبقى هي نبوه على المسيح هو أي اقتباس للشيطان يبقى نبوه على المسيح ما هو الشيطان معروف منذ البدء كذاب وأبو كل كذاب كذاب وأبو كل كذاب وبيغير الحق وبيلوي الحقائق الكتابية وبيستخدم المكتوب علشان الإنسان يعصي ربنا ويحرف في المكتوب مش بس بيستخدمه طيب السؤال المهم هل مزمور 91 يتحدث عن المسيح أو خلينا أقول هل مزمور 91 مزمور من المزامير المسيانية اللي هي بتتكلم عن المسيح ده سؤال مهم نبدأ بيه نجاوب على الدكتور منقذ الإجابة يا دكتور منقذ لأ لو درست أي كتاب أكاديمي يا دكتور منقذ عن المزامير هتجد إنه مزمور 91 ليس ضمن القائمة اللي بنسميها مزامير ميسيانية حتى ولو إن الشيطان اقتبس منه في تجربته للمسيح خالص المزامير الميسيانية دكتور منقذ هي 16 مزمور 16 مزمور مزمور 2 و 8 و 16 و 18 و 22 و 40 و 45 و 68 و 69 و 72 و 78 و 79 و 80 و 102 و 109 و 110 و 132 دي المزامير إيه دي المزامير الميسيانية دي المزامير اللي بتتكلم عن المسيح هتقول لي جبت الكلام ده منين هيقول لك أنا جبتهم منين بس أخذ المكلمة مدخلة و أرجع أكمل مع حضرتكم ألو ألو أهلين أخت فريال كيفك أهلا بيك أخ أشرف سلام و نعمة سلام و نعمة أخ أشرف الدين اللي مبني على باطل فهو باطل فهم متعودين على التقية حصر بقلبي فرد يوم يحكون عن الكتاب المقدس أو أو عن المسيح له كل المجد في صدق و أمانة يعني متعلمين على الكذب والتقية يعني أنا أكذب المسيح له كل المجد اللي هو الله الظاهر بالجسد و أجي أصدق شاهد ما شكش هذا ما هو بصمه الطاهر قال إن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا و يرفض من الشيوخ و الرؤساء الكهنة و الكتبة و يقتل و بعد ثلاثة أيام يقوم و ثم مثل ما استفضلت أخ أشرف أنه التلاميذ يعني كلهم واجهوا السجن و الضرب و الجلد و الرفض و الاستشهاد و مع كل ذلك ما تنازلوا قطعا إرساليتهم لأنه كانوا يشهدون بالمسيح له كل المجد المقام من الأموات يهوذة الأسخريوطي يا مقض يا سقار ليش راح شنق نفسه اللي تلميذ المتيح اللي خان المتيح لأنه أعرف لما سلموا للرومان أعرف أنه راح يسلب فأتندم طبعا ما تاب أتندم و راح انتحر و شنق نفسه فكل هذا نحن نجي نكذب كل هذه الأدلة واللي قدمها الأخ أشرف الرب يباركه و لسه يمكن تحتاج إلى يمكن أشهر طويلة و أجي أصدق شاهد ما شفش هذا الرب يرحمكم وتتعلمون الصدق أنت تتعرفون الصدق لما تعرفون الإله الحق الإله الصادق الإله الطار الرب يرحمكم و نصلي من أجلكم شكرا أخ أشرف الرب يباركك شكرا لك شكرا لك ربنا يباركك فدي المزامير المسيانية دكتور مونكس معرفش أنت درستها ولا ما درستهاش إنما ما تجيبش أي مزمور يعني تقول عليه إنه مزمور مسياني أو يحمل نبوة عن المسيح كلام ده مش كلامي كلام ده أولا هتجده في كل الكتب الأكاديمية اللي بتتناول الموضوع من أهم هذي الكتب ده مسايا من بتاع وولتر كايزر دكتور وولتر كايزر معروف في مجال العهد الأدين وليه عشرات الكتب وعمل كتاب عن المسيح أو المسية في العهد الأدين وولتر كايزر لما جاء تكلم عن المزامير المسيانية حط لنا القائمة دي هتلاقيهم تمن موضوعات وكل موضوع في مزمور أو اتنين يعني إنه هو ابن داود العظيم مزمور تمانية تسعة وتمانين ومزمور اتنين وثلاثين سر التجسد مزمور تمانية ومزمور أربعين رفض المسية مزمور مية وتمنتاشر ومزمور تمانية وسبعين خيانة المسية أو زي ما هو زباع بتريد أو دا مسايا مزمور تسعة وستين ومزمور مية وتسعة موت المسية مزمور اتنين وعشرين ومزمور اتنين انتصار المسية على الموت مزمور ستاشر ومزمور مية واثنين مفهومش مية مفهومش مزمور واحد تسعين نهائي لسه مفهاش مزمور واحد تسعين خالص دي المزامير المسيانية ويس كتاب تاني يا دكتور موركز يمكن بردو يعني تستفيد منه وده يعني تو فوليوم كبار واي شخص بيدرس المسيح في العهد القديم بيرجع لي المرجع ده للهوتي الاسترالي جيرارد فان جرانجينج ده ميسيانيك ريفليشن الاعلانات المسيانية في العهد القديم لما جي يتكلم عن المزامير لم يذكر مزمور واحد تسعين كمزمور ميسياني ذكر الستاشر مزمور دول وتناول كل مزمور على حدة بالشرح والتفصيل وتلاقي دوا في الفوليوم رقم واحد من الكتاب مش لان الشيطان اقتبس من مزمور مزمور واحد تسعين يبقى المزمور ده ميسياني نهائي كتاب اخر ومترجم بالعربي اللي هو مقدمة العهد القديم العالم والكلمة the world and the world وده مرجع مهم جدا لدراسة العهد القديم لما جي يتكلم برضو عن المزامير وتأسمتها لم يذكر مزمور واحد تسعين على انه مزمور ميسياني نهائي مزمور واحد تسعين ليس مزمورا ميسيانيا فانت جبت كلام ده منين انه مزمور بيكلم عن المسيح طب ليه ما خدتش مزمور ستاشر مثلا اللي بيكلم عن قيامة المسيح ونصرته على الموت اللي ما تاخدهوش صباح لماذا يدعى المسلم انه مزمور واحد تسعين مزمور ميسياني على اساس واحد بس انا شيطان اقتبسه شيطان جي للرب يسوع كده في التجربة على الجبل في متى اصحاح اربعة وقال له قلق نفسك خل العالم يعرفك وبعدين انت مش هتموت لانه هيوصي ملائكته بك على الايد يحملونك لان لا تصدم رجلك بحجر ده اقتباسه المزمور واحد تسعين فهل السؤال هنا هل لان الشيطان اقتبس مزمور واحد تسعين يبقى مزمور واحد تسعين مسياني لا طبعا المزمور المسيانية ليها مقيس يا دكتور موروس ليها تعريف محددة مش اي كلام واي واحد بيدرس المزمير عارف هذا الامر كويس اوي لكن حضرتك لم تدرس المزمير انت بتاخدها لانه بس ماشي على هواك الاية ماشي على هواك فبتحاول تثبت منها ما لا يمكن انك تثبته في الواقع في الواقع مش ممكن ايضا تثبت انه المسيح نجح من الموت النجاة الوحيدة لنجاها المسيح من الموت هي بالقيامة من بين الاموات وليس بي عدم الموت فده اول حاجة اول خطأ تفسيري بيقع فيه الدكتور منكس وغيره اول خطأ تفسيري بيقع فيه ودي المصيبة الكبرى بتاعتهم مش بيرجعوا حتى المراجع مسيحية محترمة متخصصة بيرجعش هو يرجع لحاجات يعني تساند الفكرة بتاعته لكن مش تقدم له الحق الاكاديمي في الدراسة عن المزامير مزمور واحد وتسعين ليس موضوعه المسيح هم لأيه موضوعه عشان نفهم موضوع مزمور واحد سعين اي واحد بيدرس المزامير يعني حتى حضراتكم مش محتاجين ان انتو حتى تبقوا علماء في المزامير حتى اي كتاب بيقدم لك مقدمات عن المزامير او اي مقدمات للعهد الاديم اي كتاب مقدمات عهد الاديم لما تيجي عن المزامير هيقولك ان المزامير المية وخمسين مقسومة الى خمس اقسام بيسموها بوكس او خمس كتب كويس الخمس اقسام دول بتوع المزامير بيتماشوا مع موضوع الخمس اصفار بتوع التوراة يعني كل جروب من او قسم بيتماشى مع الفكرة الاساسية بتاعت سفر من اصفار موسى الخامسة وانا حاطيتهم قدام حضراتكم هنا من مزمور واحد الى مزمور واحد واربعين بتكلموا عن موضوع التكوين خلق الله للعالم وعناية الله بالكون وبيتماشى مع الفكرة الاساسية ايضا اختيار الله الابراهيم وشعب اسرائيل ده مزمور واحد الجزء الاولاني الكتاب الاول وكل كتاب من دول كل نهاية كتاب من الاقسام الخامسة دول بينتهي بما نطلق عليه ديكسولوجي او تمجيد بينتهي بتمجيد يعني هدي بس لحضراتكم مثل من الامثال ممكن مرة ناخد بالتفصيل يعني دراسة في سفر المزامير لكن مثلا هاخد المزمور الواحد واربعين كويس مزمور واحد واربعين بينتهي بديكسولوجي في عدد تلاتاشر بيقول مبارك الرب اله اسرائيل من الازل ويللأبد امين فامين تمجيد اتطبق ده على كل قسم من هذي الاقسام نعارفين المزامير يعني داود كتب فيه قسم كبير لكنه موسى اشترك وسليمان اشترك وبني قورح وإلى آخره اشتركوا حتى حزقية إلى آخر كانوا كتاب المزامير فلما علماء اليهود جمعوا المزامير ويس وترتيب المزامير مش ترتيب كرنالجيكلي يعني مش ترتيب زمني لكنه لما جمعوها علماء اليهود جمعوها في الخمس كتب دول خمس اقسام دول جزء الاولاني فكرة الاساسية تتماشى مع سفر التكوين وتنتهي بالتمجيد دكسولوجي الكتاب التاني من مزمور 42 إلى مزمور 72 يتماشى مع فكرة الخروج انقاذ الله لشعبه من أرض مصر الله بينقص شعبه من أرض مصر الله المخلص كويس الله المخلص هي الفكرة الاساسية في الجزء التاني أو القسم التاني من المزامير اللي بيشمل من 42 إلى 72 الكتاب التالت المزمور 73 إلى 89 بيشتمل موضوع القداسة و علاقة الله مع شعبه اللي بيتكلم عنها ها سفر لويين موضوع الاساسي الله اللي بيقدش شعبه هو الشعب الذي يقترب إلى الله في عبادة ده الكتاب التالت الكتاب الرابع بيبدأ يا دكتور منقز من مزمور 90 إلى مزمور 106 والكتاب الرابع فكرته الاساسية تتماشى مع فكرة سفر العدد عندما نكون في البرية في الظروف الصعبة في وقت التجارب والامتحان هلا الله يرعانا ولا يرعاناش هلا الله يحمينا ولا ما يحمناش وكيف تكون لنا النجاة ونحن في البرية كيف ننجو من كل المقاسي والتجارب والمحن التي نكتس فيها ونحن في البرية يأتي هنا مزمور 90 ويأتي بعده مزمور 91 ويقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت أقول للرب ملجأي حصني إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيك ويبدأ يكلم بلغة الشعب الذي يصق في الرب في وقت البرية وسيرانه في البرية يعني مش بيتكلم عن المسيح هو طبعا كل كتاب مهدس بيتكلم عن المسيح يعني بالمفهوم العام لكنه مش من المزامير المسيانية المتخصصة حضرتك مفيش حتى حتى أنك تقدم الفكرة الأساسية المزمور 91 ما فيش عناية الله بشعبه الله يهتم بشعبه في البرية هو السند هو الذي يخرج لهم من الصخر ماء هو الذي يطعمهم هو الذي يهتم بماشي كده حتى لو رجعنا إلى مزمور 90 يعني من بداية هذا القسم نقدر نشوف الصورة دي بوضوح يعني مزمور 90 بيبدأ بصلاة موسى يا رب يا رب ملجأ أن كنت لنا في دور فدور من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ الأزل إلى الأبد أنت الله 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 الذي لا يترك شعبه الله الذي هو ملجأ لشعبه طي في البرية هم أيضا أخطأوا في حق ربنا أخطأوا في حق ربنا وربنا أدبهم كلم عنها في البرية يرجع عدد 13 ارجع يا رب حتى متى وترأف على عبيدك أشبعنا بالغدات من رحمتك فنبتهج ونفرح كل أيامنا فرحنا كالأيام التي فيها أزللتنا كالسنين التي رأينا فيها شرا ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيهم ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا وعمل أيدينا ثبت علينا وعمل أيدينا ثبته يا رب البرية كان فيها تجارب وسفر العدد بيذكر لنا كيف أن شعب إسرائيل ويس أخطأ في حق الرب وكيف أن الرب أدبه في البرية لكن النجاة في البرية تكون بأننا نجد في الرب ملجأ وحسن وده الفكرة الأساسية اللي تلاقيها في مزمور تسعين وفي مزمور واحد وتسعين ولو جين إلى مزمور اتنين وتسعين حسن هو الحمد للرب وترنم لإسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدات وأمانتك كل ليلة يجي مزمور تلاتة وتسعين الرب قد ملك لابس الجلال لابس القدرة مزمور أربعة وتسعين يا إله النقامات يا رب يا إله النقامات اشرق ارتفع يا ديان الأرض جازي صنيع المستكبرين كل المزامير بتتكلم عن البرية والرب الذي هو صخر وحصن وملجأ لشعبه الساكن في ستر العلي ده الملجأ الوحيد لينا أن احنا نجد لحياتنا أمان هو أن نلتجئ لرب لكن هتيجي تقول لي ده مزمور مسياني وتألف على مزاجك علشان فيه كلمتين جايين على هواك ده اسمه ايه ده اسمه تعمل ايه عبرحيم تعمل ايه عبرحيم دور على الحل لأنك انت في ورطة كبيرة جدا أنا مش عارف واحد يسيب ستمية وتمنتاشر آية في الأناجيل تتكلم عن صلب المسيح بالبرحيم ويتعلق بنبوة هو مش عارف فصرها نبوة مش عارف اهي اهي اساسا مش نبوة هو أصحح كله ومزمور كله بيتكلم عن الثقة في الرب علشان فيها كلمتين يتماشوا معاه الكتاب الاخير مزمور 107 الى مزمور 150 ودون بيتماشى مع التسنية وشريعة الرب الى اخره طب ايه موضوع صفر العدد رعاية رعاية الله لشعبه في البرية الله بيرعى شعبه في البرية ده القسم اللي واقع فيه مزمور 91 من اول مزمور 90 الى 106 رعاية الله لشعبه في البرية شوفوا هنا في تفسيره لصفر المزمير سيل قال لنا ايه طبعا فيه The Word Biblical Commentary قال لنا عن في الفوليوم 20 قال لنا انه يهدف المزمور الى التعليم والوعظ وهو مصمم لتحدي وتعزيز ايمان اولئك الذين يسقون في الرب يعني المزمور هو وعظ وتعليم انك تثبت في الرب وتتقوى بايمانك وتزداد ثقتك فالله في وقت التجارب ده لكل شعب الرب لكل شعب الرب يقول ايضا ديتليج ديتليش في تفسيره لكتاب العهد القديم قال هذا المزمور هو مزمور الصلاة للكنيسة كل المؤمنين الذي يمتدح النعمة الحامية والمنقزة التي يختبرها من يلجأ الى الله مؤمنا في كل اوقات الخطر وضيق كل ما تقابل خطر وضيق وتلتجئ الرب تختبر نعمة الله الحامية لحياتك ده بصفة عامة فانت بنيت تفسيرك على فكرة خاطئة فصرت المزمور تفسير خاطئ التجأت الى مزمور فيه كلمتين يتماشى مع النص القرآني بس وسبت كل البراهين والادلة اللي بتؤكد صلب المسيح وطلع في الاخر اللي انت عملته ملهوش اي ايمة ياريت دكتور منقز وغيرك لما تدرسوا كلمة الله تدرسوها بتماعون الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضرتكم ترجمة نانسي قنقر